مع بذء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد في الثلاثين من أيلول المقبل طالب عدد من مواطني صلاح الدين بضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشكلة قلة المدارس وبعدها عن مساكنهم وما تشكله من عوائق تتمثل بتحملهم لتكاليف نقل أبنائهم الباهظة فضلا عن كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد بواقع الحال هناك معاناة كبيرة للكثير من الطلاب العزاء بالوصول إلى مدارسهم مدارس قريبة ماكوا ما موجودة لازم أطفالك تخليهم بخاط لو أنت يومية يعني تتعنى توديهم وتجيبهم فهي كارثة يعني نتمنى أن يبنون مدارس يكثرون المدارس الحكومة المحلية في صلاح الدين كانت قد بدأت في عام 2012 بإنشاء عدة مدارس سريعة الإنجاز بهياكل حديدية في عدة أقضية من صلاح الدين حيث وصلت نسب الإنجاز بها إلى أكثر من 70% لكن دخول تنظيم داعش إلى صلاح الدين في عام 2014 كان السبب وراء توقف العمل بها لجنة التربية والتعليم في مجلس صلاح الدين طالبت عبر الحرة مجلس الوزراء بتخصيص أموال كافية لاستعناف العمل بها مرة أخرى عرضت المحافظة إلى تنظيم داعش في عام 2014 فهناك من المدارس ما كان بناءها نسبة الإنجاز 50% وكانت في بداية الإنجاز مناشدة لرأسة الوزراء ووزارة التربية أن تكمل هذه المدارس أو تساهم في إكمالها من أجل حل هذه المشكلة خبراء اقتصاديون من جانبهم دعوا الجهات الحكومية المعنية إلى الذهاب للاستثمار في حال عجزها عن توفير أموال كافية لاستكمالها أو التعاون مع أحدى المنظمات الدولية المالحة نرتع أن يكون المشاريع تتحول إلى استثمار أو إلى المنظمات الدولية كمنظمات الون دي بي أو القرض الألماني أو المنظمات الأخرى من إجل عادة العمل بالمدارس إكمال الأبنية المدرسية المتوقفة في مدن صلاح الدين سيسهم وحسب مختصين بتقليل الزخم الحاصل في أغلب مدارس المحافظة مما سيوفر بيئة ملائمة لطلبتها من محافظة صلاح الدين سجاد حكمة الحرة